بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام وما زلنا في كتاب الوضوء وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يقتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضع بالمد اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث قوله بالصاع الصاع مكيال معروف عند العرب وهو بمقدار أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل وممكن أن يقال بأنه ما يقارب ثلاثة لترات من الماء في وقتنا وفي زماننا قوله بالمد المد هو ضرب من المكيال أيضا يعادل كفي الرجل المعتدل الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في وضوئه وفي غسله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الأسوى والقدوة الواجب يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسه على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث قوله مسح على الخفين الخفين مثنى مفرده خف وهو ما يلبسه الإنسان في قدميه ويصنع من الجلود في الغالب قول عمر إذا حدثك سعد وهو سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين به الجنة وفي هذا تزكية عظيمة من عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص الوجه الثاني الحديث اجتمل على جواز المسح على الخفين ولذلك هذا مما حديثه من الأحاديث المتواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين وهذه بعضا ولذلك الأحاديث الواردة في المسحة للخفين بلغت مبلغ التواتر ولا ينكره عالم بالسنة أو له حظ من العلم الوجه الثالث فيه بيان فضيلة سعد بن أبي وقاص وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه فل هو الصحابي الوحيد الذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام الوجه الرابع فيه أن خبر الواحد حجه إذا صح إسناده إذا صح إسناده الحديث فإن خبر الواحد حجه في الفروع وفي الأصول الوجه الأخير فيه أن المسحة على الخفين مشروع للمسلم إذا لبسهما على طهارة سواء في الحضر أو في السفر قال رحمه الله تعالى عن عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين هذا الحديث يأتي ضمن سياق هذه الأحاديث في مشروعية المسحة على الخفين وهي من الأحاديث المتواترة قال عن عمر بن أمية رضي الله عنه قال رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على عمامته وخفيه هذا الحديث اجتمل أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد الفائدة الأولى مشروعية المسحة للخفين وقد سبق ذكره هذا الفائدة الثانية مشروعية المسحة للعمامة التي يشق نزعها وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى خالف في ذلك الجمهور والإمام أحمد أحظ في هذه المسألة بالصواب لأن الأدلة معه ومنها هذه ومنها هذا الحديث أنه مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على عمامته لكنهم يشترطون شروطا منها أن تكون العمامة محنكة وأن يكون لها ذؤابة وغير ذلك والصواب أنه هذه الشروط يعني لم يرد فيها نص وإنما يقال بأنه إذا صعب عليه نزعها جاز عليه المسح عليها لعل يكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر